المزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا هاتفياً النائب الأستاذ أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ سياد النائب أهلاً بحضرتك معنا في هذه الجولة الإخبارية يعني دعني أبدأ مع حضرتك من آخر الأخبار الوردة إلينا وهذه الجولة التفاقدية الهمة في قرية المرشدة بمركز الوقف محافظة قدر وهذه الجولة لم تشتمل فقط على المراكز الأساسية أو المناحي الأساسية في حياة كريمة ولكن أيضاً اجتملت على عدد آخر من النقاط كالمكتبات، كالقواف الغذائية، كالأغطية الشتوية وأمور أخرى للتأكد من سير الأمور في هذه القرية بشكل صحيح إلى أي درجة هذه المتابعة بترى أنها مهمة بالنسبة لأهالي صعيد؟ أهلاً بحياتك أفندم وأهلاً بأستاذ المشاهدين يعني في البداية بس اسمحيني ما يعني مش حاجة حاجة تأكديني على المرشدة مباشرة لعنده في البداية ما يحدث في صعيد مصر هو لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية ما نشاهده على أرض الواقع ويمكن أنا نائب على المحافظة السهاج وملامس لهذا الواقع على أرض الواقع بالفعل نحن الآن بنشهد عملية بناء وتطوير لصعيد مصر لم تحدث في التاريخ يمكن صعيد مصر تم إهماله على مدار عشرات السنوات إن لم يكن على مدار مئات السنوات لم يكن هناك تنمية لم يكن هناك مشروعات قومية لم يكن هناك بنية تحتية حتى أساسيات وضروريات الحياة الخاصة بالمواصل لم تكن موجودة على قطة خلينا نتكلم بصراحة وبموضوعية جدا وإحنا بنتكلم على أرض الواقع وإحنا المهاردة بنشاهد الرئيس يفتتح وبدأنا نجل استمار ما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة من مشروعات لم تكن في مخيلة أي صعيد إنها حتم على أرض الصعيد لأنه بالفعل إحنا كنا مهملين كنا مهمشين ما كانش فيه أي مشروعات قومية ولا خدمات عامة ولا بنية تحتية بالسم لكن في ظل القيادة سياسية أرادت أن تعيد الصعيد حقه المسلوب واسمحي لي أن أؤكد على أن هذه الإرادة هي إرادة حقيقية وإرادة حديدية لأنه الكلام ده بتم بمجهودات عظيمة جدا بتقوم بها الدولة المصرية بإمكانيات غير مسبوقة لأنه اللي بتم إنفاقه على المشروعات المنية التحتية والسموية في الصعيد يفوق الخيال لأنه نحن نتكلم عن أرقام السعدة التريليونة يعني التريليون وأكثر نحن نتكلم عن مشروعات قومية في لال السبع سنوات فاقة السبعة تريليون الكلام ده طبعاً يعني لو كانت قال وما تنفسش على الأرض كانت قال عليه أنه خيال لكن بالفعل نحن نشاهد الصعيد يبنى من جديد اتداء من البنية التحتية اتداء من مشروعات المنوية ربط الشرق بالغرب وشوفنا النهاردة الرئيس بيرتتح محاور بتربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي ولكن في حد ذاته يعني كانت مشروعات خيالية أنا عن نفسي ما كنتش أتحيل أنه ده يحصل أو يحدث في الصعيد لولا أن هناك إرادة أرادت أن تعيد الصعيد حقه اللي ضاع على مدار فنوات طويل بما أن حضرتك تحدثت عن الصعيد بشكل عام ولم تقتصر فقط على محافظة واحدة من محافظات الصعيد اسمح ليسأل حضرتك على جزئية مهمة طرحها الرئيس اليوم الجزئية المتعلقة بالمستثمرين وتسهيل وتيسير الإجراءات دائما ما يتحدث الرئيس عن هذه الجزئية وهذا بالتأكيد له انعكاس على جذب المزيد من الاستثمارات لمحافظات الصعيد المختلفة ماذا لديك في هذه التفصيلة سيادة النائب توضحه لنا هل بالفعل كان هناك دافع أكبر للمستثمرين من خلال كل هذه المشروعات طبعا الرئيس تحدث عن أهمية القطاع الخاص في مشاركة الدولة المصرية وتحدث عن مشروعات كبيرة جدا قام بها القطاع الخاص خلال السنوات الطابقة عشان برضو الكلام اللي كان يتردد بأن القطاع الخاص مصدوب لا القطاع الخاص موجود يستارك الدولة جنبا إلى جنب عدد الشركات اللي بتستاهم في هذه المشروعات القصة تفوق الأربع تلاف شركة النهاردة الرئيس السيسي كمان حينما تحدث عن المصانع اللي تم إغلاقها وتم توجيه السهم إلى أصحابها نظرا لبعض المخالفات الموجودة الرئيس يعيد الحياة النهاردة لهذه المصانع من جديد لأنه هو رئيس الجمهورية في النهاية هو اللي بيشعر بالمواطن بيشعر بصاحب المصرع حتى لو تعثر أو حدث عنه أي خطأ أو أي مخالفة للقانون لكن مش معناها لأنه نتبعه الرئيس النهاردة أعطى قبلة الحياة للمصانع المتعثرة أعطى الإشارة للدولة المصرية والحكومة بوجود رئيس الوزراء بضرورة إعادة هيكلة هذه المصانع وده نقطة إيجابية جدا لأنه بالفعل النهاردة إحنا كنا بنعاني من المصانع المغلقة نظرا لبعض المشاكل أو الأخطاء الفنية أو الأخطاء الإدارية أو الأخطاء المالية إحنا في حاجة مستة جدا إلى عادة ويمكن حضرتك بإسمح لي أأخذ من كلام حضرتك الجملة المتعلقة بأنه حقيقي فيه إرادة حقيقية نحو هذا الشأن أنا بشكر جزيل الشكر النائب أحمد فوضي عضو مجلس الشيوخ شكرا جزيلا لك